بسم الله الرحمن الرحيم لاني وجدت ان الأخ القائم على الدار المتواجد في المعرض ساعتها كان متذكرني ومتذكر الفيديو اللي أنا عملته عن إصدارات دار المعالي السنة اللي فات وفي الحقيقة أحيان كتيرة جدا الواحد بيسجل بعض الفيديوهات البسيطة وما بيكونش في باله ما بيكونش واعي ما بيكونش مدرك إن ممكن بالفعل حد مسؤول يسمع هذا الفيديو وينتفع بيه ويتأثر على أساسه ويتصرف على أساسه لذلك كنت سعيد جدا لما الأخ أخبرني إن ملاحظاتي على كتاب المهانس علاء حامد ربنا يحفظه يبارك فيه أخدوها في عين الاعتبار وكذلك تأثرت جدا لما وجدت إن صاحب الدار متذكر أنهي كتب للأطفال أعجبت ابني آدم ربنا يحفظه يبارك فيه ووجدت منهم محبة صادقة وترحيب وحسن ضيافة أسعدتني كثيرا جدا جدا والسنة دي أهدوني هذه الإصدارات جزاهم الله خيرا وبرك الله فيهم وأسأل الله عز وجل أن يبارك ليه في وقتي وأن ينفعني بما في هذه الكتب وبإذن الله عز وجل أنا مصمم أني أعطي للقراءة أوقات أكبر بكتير من هذا العام فصاعدا الجميل في إصدارات دار المعالي إنها إصدارات متنوعة فهتلاقي إصدارات مناسبة جدا للأطفال ورائعة جدا وممتازة ثم ستجد إصدارات مناسبة جدا للمبتدئين ثم ستجد إصدارات شرعية مناسبة لطلبة العلم فنبدأ الأول بالإصدارات الخاصة بالأطفال ده الكتاب اللي هم تذكروا أنه عجب ابن آدم ربنا يحفظه ببارك فيه الكتاب اسمه سورة وصورة تيسير حفظ القرآن للأطفال فكرة وأعداد سمية مصطفى دياب ورسوم آية بحيل الجزء ده من سورة الناس إلى سورة القدر ومكتوب هذا الكتاب هو وسيلة مساعدة للأطفال لتيسير حفظ بعض قصار السور من جزء عامة بسهولة بإذن الله وذلك عن طريق ربط الآية بالصورة التي أمامها مع استخدام بعض الخرارة الذهنية إن سمح الأمر مما يساعد الطفل على حفظ الصورة وترسخها في العقل في وقت قصير بإذن الله يجتمل على التفسير المبسط للآيات لمساعدة الآباء والمعلمين المشروع ده تيسير حفظ القرآن للأطفال أنا شخصيا شجعت زوجتي إنها تشتغل عليه ومشاريع زي كده ممتازة جدا لأن أنا بعتقد إن الأهم من حفظ القرآن هو فهم وتدبر القرآن لأن قطعا ولا شك الهدف من نزول القرآن هو إنك تهتدي وتعمل به مش هتقدر تعمل كده لو أنت مش فهمه لكن أيضا قطعا ولا شك اللي حافظ هيبقى أيصر عليه إنه يعمل وبما إننا بنبذي المجهود في الحفظ تفسير وشرح المعاني بيسر الحفظ الكتاب من القطع الكبير ومطبوع ورق مجلة بالألوان وبعدين الكتاب بالكامل عبارة عن صور مجلة ملونة أول حاجة صورة الفاتحة فالآية مكتوبة برسم المصحف وتحت الآية فيه تفسير ميسر باللون الأحمر وبعدين فيه صور دلالية والمفروض إن الصورة الدلالية دي لما الطفل يحفظ القرآن ويشغل عينيه في قراءة النص القرآني ورؤية الصورة ده بيساعده في إنه يحفظ ويفهم فيه كتابين تانيين بعد كده كتاب رائع جدا من القطع العادي أيضا مطبوع ورق مجلة ملون بالكامل جميل جدا بعنوان حكاية المساجد المقدسة وقفات مع المقدسات للبنين والبنات إعداد الأستاذ محمود عمارة أخ الصائي إرشاد أسري وترباوي وده طبعا إصدار مناسب جدا فيه سياق الأحداث اللي احنا بنعيشها المتعلقة بفلسطين وأهل غزة والمسجد الأقصى والكلام ده كله الكتاب بيبدأ بتلت صور المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وفيه مقدمة وبعدين بيبدأ الكلام بالمسجد الحرام الكعبة المشرفة ومكة المكرمة وجايب طبعا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكله مطبوع ملون جميل جدا ورائع في آخر الكتاب فيه فيهرس طبعا الكتاب متأسم المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى في المسجد الحرام بيتكلم عن فضاء المكة المكرمة وفضاء البيت الحرام وقصة بناء الكعبة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإعادة بناء الكعبة وأعظم الأعمال في مكة الحج والعمرة ثم المسجد النبوي وفضاء للمدينة المنورة وفضاء المسجد النبوي ومزارات المدينة المنورة ثم المسجد الأقصى فضاء المسجد الأقصى محطات تاريخية هامة عداوة اليهود دورنا تجاه المسجد الأقصى الأسير ودولة فلسطين المحتلة ثم في النهاية اختبر معلوماتك الجزء بتاع اختبر معلوماتك دي رائع جدا مجموعة من الأسئلة لها اختيارات وبعدين في آخر الكتاب في صفحة مطبوعة بالشقلوب فيها الإجابات كتاب ممتاز جدا جدا للأطفال علشان يعرفوا مقدساتهم الكتاب الأخير من إصدارات الأطفال بعنوان مع المصطفى صلى الله عليه وسلم السيرة النبوية للناشئة إعداد الأستاذ نادر السقة أخصائي نفسي وإرشاد أساني الكتاب من القطع العادي حجم الكتاب 211 صفحة مطبوع لونين أغلب الكتاب اللون الأسود وبعض العنوين والكلمات باللون الأزرق وفي بعض الصور البسيطة وأعتقد أن هذا الكتاب مناسب أكتر للأطفال من سن أكبر تانية ابتدائي تالتة ابتدائي وانتطالع في الظهر مكتوب سيرة أعظم قدوة وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نور يضيء لنا الطريق المظلم وترشدنا إلى الخير والحق وتهدينا إذا كنا في حيرة من أمرنا فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأحسن الكلام بعد كلام الله كلامه وكلنا يحتاج إلى قدوة وهاد ومرشد حتى يصل إلى سعادة الدنيا والآخرة والموفق السعيد من كان قدوته خير البشر وأفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم فتعرف على سيرته وتعلم سنته وسر على طريقه تكون من المهتدين السعداء في الدنيا والآخرة وفيه برضو عندي ملحوظة بسيطة هل كتاب زي كده أحنا عايزين الطفل يقرأ بنفسه ولا الأب والأم يقرأوا الكتاب مع أطفالهم أنا غصب عني كباحث وطالب علم أي كتاب مهم زي كده يعني ده كتاب بيتكلم عن السيرة بحب دايما أن أنا أشوف توثيق ونقل وعزو وفي النهاية قيمة مراجع وأنا بعتقد أني لازم الكلام ده يتم الالتزام به حتى في كتب موجهة الأطفال يمكن يعني كتاب زي صورة وصورة ممكن أتنازل عنده ولو إني أحب أن أجد على الأقل قيمة مراجع صغيرة للأب والأم برضو نفس الكتاب حكاية المساجد المقدسة فيه هوامش وفيه عزو وفيه نقل وده ممتاز لكن ما فيش قيمة مراجع أنا حابب أن الأب والأم والأبناء يتعلموا أن الدين علم بيتاخد من مراجع وفيه أمهات كتب سواء بنتكلم عن التفسير أو بنتكلم عن التاريخ الإسلامي والمقدسات أو بنتكلم عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل المعلومات دي أحنا مش بنقلفها من دماغنا أحنا بنجيبها من مراجع فالأب والأم يتثقفوا ويعرفوا أسماء المراجع والابن يتعلم هذا المبدأ أن أي معلومة في الدين لازم يكون عليها دليل ولازم يكون عليها مرجع ولازم يكون عليها عزو أحنا مش مقلفين القصص دي من دماغنا معلن فيهرس الموضوعات بنلاقي مجموعة كبيرة جدا من العنوين رسولي حبيبي في طريق العودة حوار في المطبخ جد وصل كان يا مكان قصة إبراهيم بناء الكعبة ميلاد سيد الخلق أمه حليمة حدثة غريبة وعجيبة حدثة شق الصدر المفترض يعني أن الكتاب مترتب وفق ترتيب أحداث السيرة النبوية الشريفة وفيه في الآخر جزء خاص بأمهات المؤمنين وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي ده كده الجزء الخاص بكتب الأطفال نيجي بالكتب اللي ممكن نعتبرها أنها مناسبة للمبتدئين ونبدأ بكتاب المهندس علاء حامد ربنا أحفظه يبارك فيه من القصص القرآني بعنوان أنوار الكهف والكتاب من القطع العادي مطبوعة هارد كوفر التجليد فاخر جدا جدا وممتاز والطباعة لونين أغلب الكلام باللون الأسود والباقي باللون الأزرق أو الكحلي الكتاب عبارة عن تأملات تربوية في صورة الكهف بيبدأ كالعادة بإهداء مكتوب بخط اليد اللمسة دي جميلة جدا وبحبها كاتب يشرفني قبولك لهذا الإهداء يا فلان تكتب اسمك بها أسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلبك ونور صدرك وأسأله أن يمتعك بحلاوة تدبره ويزينك بالعمل به جعل الله لك القرآن في الدنيا رفيقا وفي الآخرة شفيعا وعلى الصراط نورا من الحاجات اللي بتعجبني في تنسيق كتب المهانس علاء حامد أنه بيرت بالدنيا كويس قوي وبيحط أهم العناوين في مربعات علشان أنت كطالب علم أو دارس تلاقي الدنيا مترتبة وسهلة وواضحة المرة دي فيه تعريف بالكتاب في الظهر لكن للأسف برضو ما فيش قيمة مراجع أنا برجع مرة تاني وأقول أنت بتحرمني من أنك تعلمني أنت تعلمت منين فأنا أتمنى أن الإخوة الأفاضل يهتموا بهذا الموضوع طبعا فيه عزب وتخريج وكل حاجة الكتاب فيه حوامش وعزب وكل حاجة فده جيد على أقل تقدير يعني لكن كنت أتمنى بالمرة يبقى فيه قيمة على الأقل بأهم المراجع لو بالصينة في الفهرس الدنيا مترتبة حلو جدا وعجبني جدا الموضوع ده فيه عنوين واضحة وبعدين الفرعيات تحت كل عنوان رئيسي صورة الكهف فتية الكهف الموقف الرهيب معركة الشيطان آيات منسية موسى والخضر قصة ديل قرنين مسك الختام والفهرس فكل عنوان من دول تحتيها بعض العنوين طول ما أنت ماشي في الكتاب بتلاقي أهم الخلاصات في مربعات زرق وده ممتاز جدا علشان تاخد بالك من أهم المعلومات أو أهم القواعد أو أهم الإشارات حاجات زي كده وفيه بعد كل عنوان رئيسي زي ما تقول في آخر الفصل يعني صفحة بيضة فضية مسطرة بعنوان أنورك الشخصية عزيزي القارئ اكتب هنا تدبرتك الخاصة التعريف المكتوب في الظهر الكهف في العادة يوحي بالخمول والكسل ولكن كهفنا كله حركة وبذل وسعي الكهف يوحي دائما بالوحشة والخوف لكن كهفنا فيه السكينة والأمان الكهف في العادة يوحي بالظلام ولكن كهفنا كله نور كهف الجمعة نور يتلألأ نور ممتد فهلموا بنا إلى أنورك أنا بعتقد أن الكتاب نافع جدا ورائع ومناسب جدا للمبتدئين والمتعلمين أسأل الله عز وجل أن يكتب له القبول وأن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال فيه بعد كده كتابين وتحس أن هم مطبوعين طباعة الكتاب الشرعي الكلاسيكي الكتابين دول مشهورين جدا والأخ القائم على الدار أخبرني أن هذه الطبعات تحديدا للكتابين المشهورين جدا دول اللي المفروض والكلام ده والله العظيم مش مبالغة الكتابين دول المفروض يكونوا موجودين في بيت كل مسلم بيقول إنها طبعات مميزة جدا لأن أنت هتلاقي إن الكتابين دول مطبوعين في كل حتة لكن هو بيقول إن الطبعتين دول مميزين جدا أول كتاب تأليف أبو بكر جابر الجزائري الواعظ بالمسجد النبوي الشريف كلمة واعظ دي بحس أني يعني منتهى التواضع كتاب مشهور جدا في السيرة النبوية الشريفة هذا الحبيب محمد من صلى الله عليه وسلم يا محبه من ضمن الكتب الهامة جدا الأولى كتدرق طالب علم يعني لازم تكون قارتها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الطباعة فاخرة جدا وممتازة والورق كريمي والكتاب مطبوع لونين أغلب الكتاب باللون الأسود وفيه عنوين وكلام من ده باللون الأحمر والكتاب بشكل عام غني عن التعريف باختصار شديد من أشهر وأبسط وأهم الكتب المعاصرة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته والعلماء الذين وضعوا منهجا للقراءة في كتب السيرة النبوية الشريفة الكتاب ده بيأتي من أوائل الكتب البسيطة اليسيرة السهلة الجميلة الرائعة الكتاب التاني كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء تقديم معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ الكتاب ده له طبعات كثيرة جدا جدا ومنتشر في كل المكتبات الأخ المسؤول في دار المعالي أخبرني بأن هذه الطبعة مميزة جدا جدا الورق كريمي وممتاز والطباع لونين أغلب الكتاب بالأسود والعنوين باللون الأحمر عدد كبير جدا من العلماء شرحوا هذا الكتاب الكتاب زي ما هو واضح فقه ميسر أي مسألة فقهية عايز تقرأ عنها بشكل بسيط جدا جدا هتلاقي فيهرس الكتاب مترتب وواضح وستقرأ الحكم الشرعي بمنتهى البساطة حابب مرة تانية أكرر ونبه إن الكتابين دول المفترض يكونوا في بيت كل مسلم مش علشان الإخوة في دار المعالي أهدون الكتابين دول هدية فلازم أطبلهم لكن دي حقيقة الكتابين دول والله أنت طلعت على طبعة دار المعالي وجدت إن طبعتهم فعلا ممتازة وجميلة وهي كذلك اقتني الطبعة بتاعتهم لكن الكتابين دول في غاية الشهرة مطبوعين في كل حتة فسواء اقتني الطبعة دار المعالي أو أي طبعة أخرى رغم إن بالفعل طبعتهم ممتازة جدا المفترض إن الكتابين دول يكونوا عندك في البيت نيجي بعد كده للكتب لطلبة العلم نبدأ بهذا الكتاب المناسب لأغلب المسلمين المهتمين بحفظ القرآن الكريم وتدبره أي حد بيحفظ القرآن الكريم بيواجه موضوع المتشابهات والمتشابهات هنا المقصود بيها كلمات أو أجزاء من الآيات مكررة في أكتر من مكان في القرآن الكريم سواء بدايات بعض الآيات أو نهايات بعض الآيات أو بعض العبارات في وسط الآية مكررة في أكتر من آية في القرآن الكريم فبتبدأ أنت علشان تحفظ كويس بتحاول تفهم الآيات المتشابهات دي موجودة في أنهي صور وكمالتها إيه في الصورة دي وكمالتها إيه في الصورة دي وتحاول تفهم ليه فهذا كتاب جيد في هذا الموضوع فتح الملك الوهاب بتفسير متشابهات الكتاب تفسير بلاغي ميسر لآيات المتشابهات لتيسير حفظها فهما وتدبرا تأليف الدكتور محمد السباعي عفى الله عنه الكتاب مطبوع أيضا طبع رائع ورق كريمي لون واحد اسوي الكتاب فيه فهرس مراجع وده ممتاز ومتقسمة كتب التفسير كتب الحديث كتب علوم القرآن كتب اللغة والنحو والله يا جماعة الكلام ده مهم انت بتكتسب معرفة وثقافة ايه ده؟ انا عايز كتب في اللغة ايه ده ده فيه مراجع عايز كتب في التفسير ده فيه مراجع عايز كتب في الحديث وهكذا الكتاب بمنتقى البساطة مترتب بترتيب المصحف فبيبدأ بصورة الفاتحة وينتهي بصورة الكافرون وفي عنده في الآخر خالص المنظومة السباعية وغالبا نسبة للمؤلف نفسه محمد السباعي وفيهرس الآيات وفيهرس المراجع وفيهرس الموضوعات المنظومة السباعية في بعض المواضع القرآنية خمسة وعشرين بيتا المنظومة دي عبارة عن بيت أو أكثر من الشعر بتحفظه مع آية معينة علشان تعرف متشبهتها موجودة فين فمثلا مكتوب من ذكر أو أنثى وهو مؤمن في النساء والنحل ثم في المؤمن ولكن أكثرهم لا يعلمون في الأنعام والأعراف والأنفال ويونس والطور كذا الدخان وبالزمر واحد والقصص اثنان فتمت التسعة يا إخواني ده اللي هو مسميه المنظومة السباعية فيهرس الأبيات بعض الأبيات التي وردت في كتاب فتح الوهاب اللي هو فتح الملك الوهاب فهو أثناء ما بيتكلم عن الصورة بيقتبس أحيانا بعض الأبيات الشعرية هو جماعها في الآخر أنا بأعتقد أن ده كتاب جيد جدا لحفظة كتاب الله عز وجل وده مش المشروع الوحيد في موضوع متشابهات القرآن الكريم لتيسير حفظها فهما وتدبرا لكن طبعا مثل هذه المجهودات كثيرة جدا في الأمة أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها جميعا فيه بقى بعض الدراسات أو الكتب اللي ممكن تكون متخصصة شوية دراسات شرعية نبدأ أولا بالكتاب اللي ممكن يهم الغالبية العظمى من المسلمين كتاب ضخم متجلد تجليد فاخر جدا ورق أبيض ممتاز حجم الكتاب 900 صفحة 917 صفحة إيه الكتاب الضخم ده رسالة بعنوان نصرة النبي صلى الله عليه وسلم دراسة موسوعية جامعة لكل ما يتعلق بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي رسالة المؤلف التي نال بها درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر بمرتبة الشرف الأولى تأليف الدكتور أحمد محمد بدير زايد موسوعة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فيهرس المواضيع بنلاقي البداية الخاصة بالدراسات العلمية موضوع البحث وأهميته وسبب اختياره وكلام ده كله وبعدين فيه تمهيد وفيه مدخل إلى الموضوع ببيان المراد بنصرته في ضوء السنة النبوية تعريف النصرة وكذا وبعدين باقي الرسالة مقسم على أربعة أبواب الباب الأول موجبات نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء السنة النبوية الفصل الأول التلازم بين الإيمان بالله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم في ضوء السنة النبوية والفصل الثاني بيان إيجاب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء السنة النبوية والفصل الثالث موجبات تتعلق بشخصيته الكريمة والفصل الرابع الحملات المغرضة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر الأزمنة مما يوجب نصرته الباب الثاني مقتضيات نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء السنة النبوية الفصل الأول مقتضيات تتعلق بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم وده جزء كبير جدا الفصل الثاني مقتضيات تتعلق بذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وصحاباته الكرام رضي الله عنهم جميعا والفصل الثالث مقتضيات تتعلق بالذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر رسالته والفصل الرابع مقتضيات تتعلق بإعزاز ما له صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأماكن والمشاهد وغيرها يعني هو عايز يقولك ان الموضوع مش متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده كشخص ده في النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ودينه وصحابته وزوجاته وأهل بيته وهكذا الباب الثالث نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النظرية والتطبيق الفصل الاول التفريق بين مناط القوة وما يناسبه من ادلة واحكام ومناط الاستضعاف وما يناسبه من ادلة واحكام في ضوء السنة النبوية يا سلام على الفقه انت كده كده هتنصره بس فيه فرق ما بين مناط القوة ومناط الضعف والموضوع ده كبير جدا الفصل الثاني قيام المسلمين بدورهم في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر الأزمنة في ضوء الآثار الواردة والوقاعة التاريخية فعندك أمثلة تمشي عليها وبرضو الموضوع ده كبير الفصل الثالث وسائل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا ومستقبلا في ضوء السنة النبوية وده موضوع كبير الباب الرابع وده ممتاز جدا الشبهات المثارة حول نصرة النبي صلى الله عليه وسلم الفصل الاول عوامل اثارة الطعون ومحاور شبهات الخصوم حول النبي صلى الله عليه وسلم والفصل الثاني بيان منهج التعامل مع الشبهات المثارة حول النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء السنة النبوية والفصل الثالث منقشة أبرز الشبهات المثارة حول قضية النصرة وفي الآخر في خاتمة وأهم نتاج البحث وتوصيات البحث وفيه بقى الفهارس والكشافات فيهرس آيات وأحاديث وأعلام والمسائل والفواد الفقهية وفيهرس ألفاظ وفيهرس الأشعار وفيهرس مراجع ومصادر أنا بعتقد والله أعلم أن هذا الكتاب مهم جدا خصوصا للباحثين وطلبة العلم والناس اللي بتتعامل مع عامة الناس هذا المرجع النفيس بيحتوي على مواضيع كثرة جدا مختلفة ومتنوعة فيه بعد كده كتابين متخصصين نبدأ بالكتاب اللي ممكن يهم عدد أكبر من الناس الكتاب بعنوان الإسلام الليبرالي تاريخ الظهور المبادئ وسائل الترويج تأليف الدكتور عابد القاضي وتقديم الشيخ محمد سعد الأزهري موضوع الإسلام الليبرالي أو الإسلام العلماني أو إسلام السوق اللي هو فكرة يعني إعادة قراءة الإسلام في ضوء ثقافة ما بعد الحداثة السائدة علشان يبقى إيه دين عصري وكيوت وجميل الكتاب من القطع العادي مطبوع ورق أبيض طبعة جيدة صوفت كفر والكتاب حجمه حوالي 370 صفحة وطبعا وقطعا ولا شك الكتاب رسالة علمية فهتلاقي فيه قيمة مصادر ومراجع لو بصينا على فيرس الموضوعات هنلاقي أن الكتاب مقسم إلى مدخل وثلاثة فصول المدخل بيتكلم عن العالم الإسلامي والحرب الناعمة الحرب الفكريات ضد العالم الإسلامي التعريف بالإسلام الليبرالي الإسلام الليبرالي شرط وجود المسلمين في أوروبا وأسباب ترويج الدوار الأمريكية والأوروبية للإسلام الليبرالي الفصل الأول تاريخ الدعوة إلى الإسلام الليبرالي ومراحل ظهوره في العالم الإسلامي فبيبدأ الموضوع بالاحتلال الفرنسي لمصر الجزء التاريخي ده مهم جدا طلبة العلم على أقل تقدير يستوعبوه وجزء مهم جدا في الموضوع أن بيجيب المؤسسات الحالية المعصرة زي مؤسسة راند مواجهة الإرهاب الجديد العالم المسلم بعد 11 سبتمبر إسلام حضاري ديمقراطي بناء شبكات مسلمة معتدلة مجهود أمريكي ضخم جدا وجبار في موضوع أن أنت ما تبقاش مسلم أصولي تبقى مسلم متدلع الليبرالي الفصل الثاني الأصول العامة للإسلام الليبرالي فبيتكلم عن الأسباب التي أدت في النهاية إلى تكوين هذا الإسلام الليبرالي والفصل الثالث وسائل ترويج الإسلام الليبرالي في العالم العربي فجايب نماذج من الإسلاميين المعتدلين حسب المفهوم الأمريكي وده ممتاز جدا جايب لك بقى شخصيات مصرية سودانية تونسية ألمانية أربع نماذج وبيتكلم عن موقف أمريكا من الناس دي والإصرار على دعمهم والكلام ده كله ثم نماذج تطبيقية للتغيير في مناهج التعليم مصر نموذجا أنا بأعتقد أن هذا الكتاب مهم جدا الناس المهتمة بالقضاء الفكرة المعصرة لازم يهتموا بهذا الكتاب نختم بهذا الكتاب اللي هيهم طلبة العلم المهتمين بالفقه وأصوله الكتاب بعنوان القواعد الفقهية وتطبيقاتها عند الإمام النووي تأليف محمد محمود محمود الجيزاوي المدرس المساعد بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جمعة القاهرة الكتاب من القطع العادي soft cover الورق كريمي وجميل طباعة لون واحد بالإسود والكتاب حجمه 624 صفحة طبعا الكتاب رسالة علمية ففيها فيهرس الآيات وفيهرس الأحاديث والآثار وفيهرس الأعلام وفيهرس الكلمات الغريبة وفيهرس القواعد الفقهية وفي الآخر طبعا فيهرس الموضوعات هو فيه طبعا فيهرس مصادر ومراجع لكن مش عارف هو ليه ما حطوش في آخر الفهرس وراء يعني إشارة ليه لو بصينا على فيهرس الموضوعات هنلاك العادة الجزء الأول الخاص بالرسالة العلمية اختيار الموضوع الدراسات السابقة المنهج المستخدم والكلام ده كله فيه بعد كده فصل تمهيدي وهو كبير شوية وباقي الكتاب مقسم إلى ست فصول كل فصول مقسم إلى مباحث وكل مبحث مقسم إلى مطالب ودنيا كبيرة لو جيت بس تبص على الفصل التمهيدي ولله يضر طلبة العلم والباحثين ترجمة الإمام النووي ومكانته والتعريف بالقواعد الفقهية الفصل الأول بيتكلم عن قواعد أنية والفصل الثاني قواعد الشك واليقين والفصل الثالث قواعد التيسير والفصل الرابع قواعد الموازنة والترجيح الفصل الخامس قواعد التوابع وأخيرا الفصل السادس قواعد متفرقة فيه فصل 7 نانسيته منهج الإمام النووي في القواعد الفقهية انا باعتقد والله اعلم ان قرات كتاب زي كده بيدي لك شعور قوي بصدق حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق الدنيا عند المسلمين دنيا كبيرة جدا وقوية ومؤصلة ومقعدة وهكذا في النهاية دي الاصدارات اللي اهدوها للاخوة في دار المعالي للنشر والتوزيع تابع صفحتهم على الفيسبوك اعرف هم بيخضروا انهي معارض كتاب ومين الموزعين بتوعهم وتقدر تحصل على كتبهم ازاي وجزاهم الله خيرا على حبهم الكبير لي وعلى هذه الهدية القيمة الرائعة واسأل الله عز وجل ان ينفعني بيها وانه ييسر لي نفع الناس بيها لو حاز هذا الفيديو على اعجابك ما تنساش تعمل لايك للفيديو لان ده بيساهم في انتشار محتوى القناة وما تنساش مشاركة الفيديو مع اصحابك وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان تقدر تتابع كل جديد ولو تقدر تدعم وترع محتوى القناة لو انت شايف ان هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية فقم بالزارة صفحتنا على بيتريون او بيبال او حتى قم بالانتساب للقناة ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة